قام القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والانتاج الحربي الفريق أول محمد زكي بزيارة تفقدية للكلية الحربية في إطار حرص القيادة العام للقوات المسلحة على متابعة برامج تدريبي وتأهيل طلبة الأكاديمية العسكرية والكلية العسكرية ذلك بحضور رئيس أركانيا حرب القوات المسلحة الفريق أسامة عسكر وقادة الأفرع الرئيسية وعدد من قادة القوات المسلحة كلية الحربية في إطار حرص القيادة العامة للقوات المسلحة على متابعة برامج تدريبي وتأهيل طلبة الأكاديمية العسكرية المصرية والكليات العسكرية وذلك بحضور الفريق أسامة عسكر رئيس أركاني حرب القوات المسلحة وقادة الأفرع الرئيسية وعدد من قادة القوات المسلحة وألقى الفريق أول محمد زكي كلمة نقل فيها تحياتي وتقدير السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة وقدم من خلالها التهنئة للطلبة الجدد على انضمامهم للأكاديمية العسكرية المصرية والكليات العسكرية ليكونوا بمثابة دماء جديدة تضخ داخل شرائين القوات المسلحة إن شاء الله بداية قوية وأنا واثق أن الفترة اللي بتمضوها داخل كليات العسكرية المختلفة فترة فيها كل المقييس المطلوبة لفرض القوات المسلحة المصرية قد يصعب تواجدها في الخارج بنفس مواصفاتها الموجودة هنا داخل الأكاديمية أو داخل الكليات العسكرية إحنا سعداء بوجودكم بنا استفادوا من هذه الفترة استفادة كاملة الشكل اللي أنا شايفه ده يعتبر مراحل التطور داخل المؤسسة العسكرية تسير بشكل جيد وده عادة القوات المسلحة البحث دائما عن التطوير سواء في الأداء سواء في الإمكانيات تمنياتي لكم بالتوفيق حفظوا على نفسكم خذوا بالكم من نفسكم وتشكرين يا رجالة وشاهد القائد العام للقوات المسلحة عددا من الأنشطة الرياضية التي يقوم الطلبة بتأديتها بشكل يومي بما يسهم في الحفاظ على معدلات اللي اشتركوا في القناة 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 اشتركوا في القناة